ويحكي لنا القرآن قصة اتنين اصحاب واحد بصير شايف حقيقة الدنيا حقيقة الأحداث والأشخاص والأفكار واحد تاني غافل عايش لسه في الشتات ومشهورة جدا القصة دي بتقراها انت كل مرة في سورة الكهف قال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر إلى الآن واحد غني واحد فئير الغني ربنا مديله بساتين وده كان الفلوس زمان بتبقى في المواشي وتبقى في الزرع عنده بستانين كبار ربنا وسع عليه أوي فيهم قال وكان له ثمر كمان كل البساتين أنتجت وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعزه نفرا هو شاف النعمة بعين وجهه وما شافش بعين قلبه البصيرة المنعم سبحانه وتعالى فلما شاف النعمة شاف نفسه عكس اللي يشوف النعمة هياخد العبرة ويعرف يتصرف صحة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يعني لا يرى الله ولا يرى فضل الله شايف بعين وش بس ما كانش بصير ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا على فكرة ما فيش أي حدث ممكن يحصل في الدنيا ياخد مني النعمة دي أنا مسيطر أنا شايف أنا آري أنا عارف ما أظن أن تبيد هذه أبدا وبالمرة عندي وجهة نظر في مسألة نشأة الخلق وفي إله ولا لا وفي يوم إيامة ولا لا عارف حصلت تعاظم كده لدرجة أنه هيبدأ يتكلم في الإلحاد قال وما أظن الساعة قائمة بالمرة يعني ولئن رددت إلى ربي فرضا لو في ربي خلق الكون وهنقبل يوم الإيامة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا مدام ربنا كل دي أفكار مشتتة مدام ربنا الدني في الدنيا أكيد شايف أن أنا كويس يبقى أكيد لازم يديني في الآخرة كمان إيه ده ده إنسان مش بصير إنسان مشتت إنسان عايش في رؤية البصر للأشياء فبقى يشوف نفسه عايش وسط الأشياء صاحبه بصير بالله سبحانه وتعالى وبأفعال الله في الكون فاسمع رده واسمع رؤيته الحقائق الحياة قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يبني ده إحنا مخلؤين من تراب الأرض دي تبتقول وما أظن الساعة قائمة وبتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا عمر النعمة ما هتروح من يدي يحنا غلابة يا ابني ده إحنا محتاجين نوقف على باب ربنا ونقول له يا رب كرمنا أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَى ويا ابني لما تخش بستانك قول ده كرم ربنا عليه انظر إلى المنعم بعين البصيرة ولا تنظر للنعمة بعين الوجه بالبصر ترجمة نانسي قنقر